السلام عليكم اليوم جايبكم مقطع جديد اليوم جايبكم مقطع ماينكرافت اليوم راح نسوي اشياء مرة كثير الجزء الاول الي هو هذا الشي مثل ما تشوفون قاعد اكسر في المكان هذا وطلعت بهذه الموارد مثل ما تشوفون الفحم فحم طيب صراحة وفي تحدي حق 16 بلوك للفحم هنا عندنا الحديد طبعا بسوي تحديات كثير الحين يا ساتر اوه هنا فحم بعد حلو 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 هذا اللي نبغى نبغى كمية فحمه الطبيعية لان الحين معنا الي هو 6 بلوكات بس ونحتاج 16 بلوك فما عدري هل نقدر نجيبه قبل ما نخلص من هذا المكان او لا لكن ان شاء الله يمدينه بو بور اشوى اشوى انه ما كسر شي ما يستحذاء شو الفيليجر وصلنا الى بروتيكشن اي بي لعكم 19 كتاب مر غالي مر غالي بشكل مبطبيعي سوينا تحدي حق الكوكو بينز سوينا التحدي حق الكوكيز عطونا الكوكو بينز وعطونا كوكيز طبع كهف جبته اطلع لكم مقاطع وانا حاول اكسر الشجار حق الجنجل ما طلع لي منها ولا شي الطريقة الوحيدة انك تلقى الكوكو بينز هذي او الحبوب هذي حق الكوكاو انك تروح للغابة هنا ما في غابة هنا عبارة عن بنيت سكاي بروك جزر فمستحيل انك تلقى هذا الشي ورحت شفت مقطع في اليوتيوب الواحد اللعب نفس السلسلة قال مستحيل انك تلقى كوكو بينز والكوكيز يحتاج كوكو بينز عشان تخلصه فجبت هذول الشيين بجيم مود وعطواني كوكو بينز وعطواني كوكيز من نفس الشي يعني تخلص تحدي كوكيز يعطي كوكيز تخلص تحدي كوكو بيز يعطي كوكو بيز فجع في بالي شي ما دلش توني تذكره شوفوا الكمية اللي معنا من الدايموند فحطيت هنا 9 دايموند عشان نسوي بلوكة وناخذ 9 عشان نخلص تحديات من التحديات الموجودة هناك عندنا الانترن هذي انا كم استخدمت الانترن هنا شوفوا الكمية خلنقوث 30 اوكي خلنقوث 30 في ناس قلوا ليش تستخدم قيم مود ما ادريش اشياء تجميلية يا شباب اشياء تجميلية يعني لازل تحطوا في بالكم انه شي تجميلي يعني هذا الشي ما راح يضرنا عبارة عن بس نجمل المكان بهذه الإضاءات طيب كيف زبت هذه الإضاءات شي كولي هنا يبيعها بامرلت يعني اقدر اجيب هنا كمية إضاءاتي بشكل مبطبيعي ليش؟ انه عندنا هنا وين؟ توقعنا هنا شوفوا الكمية اللي معنى معنى اشياء مرة كتير عندنا هنا بعد كتاب فورشن 2 عندنا هنا كونفينيتي و بنش مدريش عندنا كمية قود مطبيعية هنا فهذا الاشياء كلها بناخذها توقع اني خلصت حدي البلوكوف امرالد ما خبضني خلونا نروح هنا يعني معنا 32 اوبسيدي مجمعينا من ذاك المنطقة اللي قبل شوي وخليتها معي لان ظهر لها تحديات لاني قد شفت انه فيه بيكن وهذه الأشياء فنخليها هنا هو المشكلة حين في البلوكوف كول فيبغى نروح المنطقة هذه كل شوي ونجي منها هذا الشي طيب عندنا حاليا بليز رود 64 فناخذها عندنا ويدر سكلتون سكل طبعا بيوريكم اللقطة حتى وانا قاعد اكتلا وطلع علي منها وزي كذا عشان ما حد يقول اوه ما ادري هاي طلع علي هذا من التحدي المشروم سبون ايق من المشروم ستو اتوقع اسمه زي كذا والله انا ما اديش اسمه صراحة لكن حاليا نروح هذك المكان ونخلص التحديات معكم بسم الله والله البكاكس هذا يطربك والله يطرب مثل ما تشوفون هذا هو 64 حبة ككاو او حبوب الككاو هنا الكوكيز ثمانية واربعية خلصتها يبغانا نمشي 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 اغلب التحديات هنا وخاصية اوكي اووو نسين اهم شي مثل ما اعطانا كوكيز على تحدي الكوكيز مثل ما اعطانا الكوكيز على تحدي الكوكيز المفروض ان نجيب الانفل عشان يعطونا انفل او يعطونا حديد الماب هذا نظامه هي يعطيك شي من الشي اللي سويته لهذا الغرض او يعطيك الغرض نفسه فحاليا 64 كو خلصناه بلايز رود نخلص تحدي الحين معكم والله كان متحب بشكل مبطبيعي حلو اعطانا بلايز وعطانا زومبي فيليجر وعطانا ويكنس اوكي كنا نقول رصبا فيليجر جديد اننا جمنا العيد بالفليجر مفروض ان نشيل الكتاب هذا عشان كل شوي تتغير التطبيرات لكن اننا لفلنا وجمنا العيد فما تغيرت توقع معنا سبت هذا الشي ما ادري بس غالبا ايه لكل رينك med ف المرة أتخلصت هنالجنشاة العديد والبوكشيلف الله يبغالي أجيب كل البيكشيلف هنا غالبا بيعطين كتاب أو بكشيلف نفسه هنا الأنفل يعطيني هديد أو أنفل وهنا نsurط دايماد قشنا نخلص هدي او بيعطيني دايماد ما بسيدي واحدة منها وهنا هاتف غari ايه او بصいき earn a 64 أشره كم م intended حقابة حبتين خلصنا 64 كهو حلو واقعنا اجيبة سهلة من النذر سهلة مرة بلوك هذا توقع اللي ينزرع فوقه الماشروم 16 جولد ناكت بس أو 16 جولد إنكت بسيط هذا التحدي حلو شو شي يعطينا سيف جولد شاربنس في أبريكيك ثري يا ساتر معنا يعني أبريكيك ثري بس بيبقى أنه ينكسر بسرعة وذر سكلت سكل معنا الراس هنا أجيبه بسم الله خنشوف شو شي يعطينا سيف دايموند أقسم بالغني كنت ناوي أسوي سيف سيف دايموند شاربنس ثري لوتينغ ون لوتينغ ون ما راح يفيدنا مرة لكن بوريكم في البيت وش عندي الكتب حلو حاليا ما أنا عاش سرعة في مدينة نخلص التحدي قاعد أفكر إن هذا السيف أشيل من التطوير وأطوره مرة ثانية لكن بنشوف لأن عندنا هنا مثل ما تشوفون لا لا مو هنا هنا موجود لوتينغ 2 يمدين ندوجه مع بعض لكن إننا نبغى في وفيه الفاير اسبكت بعد يا فاير اسبكت في شنسي هذا البكاكس والبو بعد عندنا باور آيفي وعندنا فورشين 2 فخلونا الحين نروح هنا حلو بسم الله هنا كمية بقر مطبيعية فنستغل الوضع بنقتل منهم اللي نقدر عليها بسم الله شوفوا الكمية حقة الجل كمية الجل تسعة ممتازة دي ممتازة ممتازة هنا عندنا اللامة مثل ما تشوفون هنا لوونت بالوان كير اندرمان كريبر ألوان أقسم بلاي خرافية فنكتل هذولي 2 هذا شفي تفل ذا ما يستحي ما يستحي قولوا نسينا نشيل الانشانتنج اللي هي أهم شي طيب عندنا تحدي الانشانتنج وعندنا تحدي الكتب خلونا نروح هناك ونخلص تحديات شوفوا كمية بكاكسات سبت هذا المكان كله شوفوا بكاكس ستون وين الانفل هذه الانفل والله يا رماطي وحلو انفل يعطينا انفل ودايموند نايس الحمدلله طيب غالنا نرمي شي بس ما دي شي نرمي أوكي ستيك هنا الانشانتنج غالباً بيعطينا دايموند أو لابز وبوكشلف خلونا نرمي هذا الشي ناخذ الانشانتق وناخذ البوكشلف ممتاز ممتاز طيب ما يعطينا على الكتب الحين ما يعطينا على البوكشلف هذه المكاتب عشرة يبغى والله عطاني كتب 20 كتاب ما أتوقع أنها بتكفي عشان ترجع الشي لهذا هنا ماذا ما تشوفون بلوك افايرون هذا يبدينا نسوي حين حيرو بلوك افايرون يعطينا بكاكس والله عندنا بكاكسين يعني خلونا نرمي هذا البوكاكس ناخذ أبداله افشن سي تو امبريكلي نقدر نشي تطوير منه ونطوره من جديد بسبة هذه الشي اللي حطيناها عندنا طيب نيمتاق بلوك اف كول هذا 16 بلوك اف كول أنا ماملة 9 للأسف بلوك اف دايموند أوكي كمان 20 دايموند فأمرنا طيب إن شاء الله يعطيك يا ساتر كم ثلاثة سبعة عشرة يعني زيادة حبة والله شي ممتاز جدا الحمد لله والله شي جميل ويبغان نسوي البوشنات حسنها سهلة واحد اثنين ثلاثة أربعة والباقي أشياء انت يعني خلاص قررنا نخلص شوفوا كيف وصلنا تقريبا ألا شوي شوفوا هنا يقول 2 باكن دراجون هيد لا يترا دراجون هيد اللي أتوقع يكون في المكان حق الانت ذاك اللي في لا يترا وهذه الأشياء يكون مقدمة السفينة ما غضني لإني أذكر أيام ما نكروا أننا كنا جمع رؤوس بهذه الطريقة طيب عندنا مكان للفليجر نقدر نسوي مثلا هنا والله أشوفه مكان مناسب هنا هذا المكان التست هذا والله يبغان الفضل تستصبر وسره فخلونا الحين نشيل هذا الشي نشيل التطوير اللي موجود هنا ونطوره من جديد ونشوفه شي طلع فشنسي آي في طيب لو حطينا شامعة قدام شي طلع فشنسي ثري حلو نشيل الشامعة ونطور فشنسي حلو نسينا اللابس طيب خلونا نطور هذا الشي لا لا هلالله واشت البرك حلو شنسي آي في فورشن ثري يا أمري طلع لنا فورشن بس بدون نبريكنج لأسف فبينك سلعنا بسرعة الشي اللي بسويه الثاني اللي هو اللوتينج هذا نشيل السيف خليه كذا أيوه ممتاز ونجيبه أهم شي لنبريكنج هذا الشي اللي كتبه يعني آخ كهر بينوف ما أدري إيش ودي أشيله مرة ثانية وأطو والله ما أدري والله ما أدري صدق يا أخي يهر هنا عندنا هنا كتبين لوتينج ندمجهم مع بعض يطلع لنا لوتينج ثري ندمجهم مع السيف يطلع لنا سيف يا أمري يا أمري شفوا السيف بينوف ما أنا حقّة العناكب ونبريكنج ثري لوتينج ثري نوكباك 2 فأنا أشوف إنه شي أسطوري جدا لكن عندنا اللي هو خير أسبيكت ودي فيه فهل نمدينا ندمج هذا يا ساتر يا ساتر والله إسطورية لا تقوم بسميه صراحة بس دعونا نسميه أقوى السيف بس ما دي شيء بي صراحة في الحياة بس نجربه هنا نجربه على الوقر الموجود هنا عندنا بقر مرة كثيرة يا ساتر ما نضق واحدة أعوذ بالله لا والله ما نضق واحدة خلونا نشوف هذا بيموت لا والله مات أعوذ بالله يا ساتر يا ساتر والله يموتها أعوذ بالله لوتنج ثري يعني خلاص يعني تضمن أنه يطلع الجلد يلا 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 بسرعة تكيمك عادي بحط ما دومك والله والله ما دومك ولا يطلعك لحم طبوخ والله شي رهيب والله شي رهيب أفضل شي سويت إلى الحين فوق كذا ونجيب الزومبي طيب نحطه هنا نرمي عليه الوكنس نرمي عليه القولدين أبلو نحتري يتحول طيب الحين وصلنا للمرحلة أننا جبنا العيد في الأول وجبنا العيد في الثاني لكن الحمد لله طلعنا ميندنج ترى كم مرة لكن أول مرة يطلعنا ميندنج بهالكمية من الإميرالد عشر إميرالد وكتاب واحد مرة الخيز فخذيت كتاب واحد وهنا عندي نيمتاق فأروح أسمي الفيلجر سنسميه أرجل فيلجر رجاء 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 أتفكر أني أضع الميندنج على البكاكس هذا لكن والله ما أدري هل أسويها أو لا طيب أبلع أرجل فيلجر طيب هنا عندنا عندنا هنا البلازرود أتفقّع أني أصوي كذا أحب واحدة تكفي حالياً بأسوي كل البوشينات اللي معي يعني بأسوي ستة بوشينات كلها بوشن أوف سوفتنس أتفقّع هذا هو والبوشن أوف هارمينج وسترينج وبويزن وليبينج هنا خلصنا أول واحد هنخليه هنا حالياً وش نحتاج؟ نحتاج عين أوكي هذه عين السبايدر نحتاج واحدة بس عشان بجينا نسوي البويزن عندنا هنا هذا العين هذه وباقي معنا النار هذه مدينا نسوي كم بويزن أو كم بوشن ماليه أوكي هذا هو البويزن أودّي أسوي واحد ثاني منه يأتي بسوي واحد ثاني منه تكفي أوكي فطر حلو فطر وسكر قمعنا أوكي ما معنا سكر ثم مدينا نجي من هنا والله غراضي فلّ العيال والله غراضي فلّ يعطينا هذا الفيرمنت سبايدر آي نضيف البويزن ونحط فوقه هذا ويطلعنا الفارمينج يا أخي شكرا يا أخي بندق بعشرة والله شي جميل أغلبكم ممكن يسألوا شلون جبت كمية الجلد هذه الكتب هذا الرجام ما يقصر وعندي فوق بقار وعندي كل شيء هذا ليس خلاص اللي مليت منهم يعني هذا يعطيك 15 أمريل يعطيك نمتاك حلوة بس إنها ما حتاجة يعني خلونا نشوف البوشن بوشن أوف هارمينج حاليا وش نسوي هنا عندنا سبيد وبوشن أوف هارمينج بقينا أربعة مفروض إني أسوي اللي هو الثنين بويزن لكن ما كنتعرف هذا الشي ما كنتعرف إنها نفس الشي بس تضيف شي جديد ويعطيك الهارمينج حلو عندنا واحدة هنا الحمد الله والله نفقدت الأمل نبغو بويزن بس حلو طلع معنا بويزن الحين وعندنا ثلاث بوشنات سوفتنس و هارمينج و بويزن نضيف واحد من هذولي ونحط فوقه بلايز باودر رح يعطينا السترينج كذا رح نخلص أربع بوشنات يبقى لنا بوشنين واحد منهم أتوقع يحتاج ما أظن إنه الليبنج أتوقع رابط فوت الليبنج هي اللي تحتاج رابط فوت هذي أحب وحده ويبقى عندنا البوشن الأخير بوشن الووتر بريثي اللي يتنفس تحت الموية حلوين خلصنا الجنبوست اللي هو الليبنج حاليا بقي أخر واحد اللي هو حلو البفورفش نسوي كذا كذا يكون عندنا ست بوشنات الحمد لله الحين خلصت حدياته معكم ونهائة الحلقة هذي بإذن الله بنحارب البوست الووذر بوست بنحارب اثنين الله يعين شكلها بسوي وهذا الأشياء بوشنات لازم لازم بوشنات دان خلصنا من الست بوشنات الحمد لله طيب نأخذها كلها ونمشي بك الكزبها بالسبيد بشكل بطبي يا سات هذي اللي ما نبيه إيه صح هذا ما خلصت 16 حبة من كورول بلوك هذي في البحر ما خبضني بوشن أوف سوفتنس هذا هو بسم الله يعطينا أوكي اندربير عندها تحدي 32 آي اوف اندر حقة النذر حقة الهارمينج عندنا الهارمينج هنا الهارمينج اندربير أربع بعد ما عديش سالفة بس أوكي غالب أنه بيخلينا نخلص تحديات حقة آي اوف اندر هذه بوشن أوف سترينكث أوكي هلوين وهين عندنا أربع زيادة وهين البويزن يا ربي كريم هل بيعطينا كلها كذا؟ هل البويزن بلوك دايموند يا ساتر والله ما توقعت كذا طيب بوشن أوف ليبنج هل يعطينا دايموند ولا يعطينا الهارمينج يا رب يا رب دايموند هذا ليبنج والله يبلوك الدايموند الحمد لله يا رب طيب عندنا آخر واحد يا رب يا رب دايموند بيت والله دايموند يا ربي كم حبة 27 حبة كان يقول سوفوا الأرمر وراحلنت خلص المواركة يا الطيب باقي التحديات كلها هذه 16 اندربير ما خلصت هذه؟ على بال ان لم خلصها 17 اندربير عندنا 2 الذين غايفوا في اندر والله العظيم ما لو كميعي اندربير في البيت اذا عندي اندربير في البيت اتوقع اني اقدر خلص تحدي هذا كمية دايمة دايمة مطبيعية 49 يلبية هنا عندنا اربع اندربير يمدينا خلص تحدي ما ادري ما يعطينا سراحة بس خلونا نخلص حدي توقعنا هنا أي حق الموية ودي حط مندق على هذا الكتاب على هذا البكاكس وحطه في شنسي فورما بعض ودي حط مبريكي بعد مبريكينج 2 يصير مبريكينج 3 والله العظيم بيكون شي جامد رقينا البول ونلقى بس انفينيتي بيكون شي ستوري معني لقيت انفينيتي عند القروي لكن ما كنت أحتاجه لني كنت أحتاج المندق أكثر منه هذه هي ما أخيب ظني أنها هي يارب حتاج حالي معنا 6 أوكي وخذيني 17 حلو صار اللي معنا ديد فاير ها ديد تيوب هكيدا مشكلة صراحة والله كده مشكلة فخلونا نخلص تحدي اندربير ونرجع نشوف وش الوضع مع هذا الشي عجز تعرف ديد تيوب خمسة قولدون أبل ما راح أصيد منها غالبا بس ان شاء الله نستفيد والله خلصنا تحديات كثير عياء 14 اندربير يعني حين بقينا كم تحدي حوالي 14 تحدي بس من حلقة هذه وحلقة اللي بعدها نكون خلاصنا بإذن الله اللي صار انك كسرنا اللون الأحمر ونفرض نكسر اللون الأزرق فالحين ندور لون الأزرق حاول نكسره فقى انه هذا يب هذا الديد تيوب انا كسرت الأحمر وطلعيني الفاير الحمد لله حلينا هذه المشكلة وصلنا للديد تيوب يعني عندنا هذا ما نحتاجه نحتاج هذا يعطينا فاير كرة البلوت ما ديني شبا يتأت وقعنا لنفس هذا هذا الدد هذا مبدد لس هذا البرك بس همشي خلصنا التحدي أهم شي طيب حالية شب نسوي ماناة دايموند كمية كبيرة أوكي هنا عندنا كرافتينج خلونا نسوي فل آرمر آيرون آيرون دايموند حلوة باقي عندنا 25 دايموند ومعنا أغراض معنا كل شي فيبغى نبس اللفل شويتين عندنا عندنا الظاهر اكس بي خلو نشوف ما دي كان بيعطينا اذكر ان عندنا اكس بي وين كان ايوه هذي شوي مرة حتى ما يسوي شي حرفية طيب بصلنا للمرحلة اللي ننتظرها التطوير التطوير وما أدراك يا ما التطوير أخير نرمي الجلد اللي معنا نروح جلد للمتا روتيكشن ثري طيب ما نبغى بريكينغ ثري حلو لكن نشوف كل التطويرات بريكشن أنا أقول شكل بريكينغ ثري بلاس بريكشن آي بي ممتاز ناقصها فاذر فولينغ بس تطوير اللي بعدها بريكشن ثري ما نبغى بريكشن ثري تطوير ثاني أنا متأكد واللهبروجيكıt لي ياب عندنا بروتكشن ثري مانا عندنا ميندنغ عندنا كتاب هنا فانخلي فانفشن متوفر فانقصها فانفشن متوفر نضيف الميندنغ يطلعنا هذا التطوير الأسطوري رسبریشن تو بريكشن ثري طيب اللي بعده بريكشن ثري يا عمي أبغى فور تكفاء أبغى فور كي ستا والله كمية بريكشن ثري ما بطبيعية كان ملا بريكشن ثري ليه أنا أهمشي الكتاب دعوننا نضيفها على الكتاب نحض absolutamente من نعcape أهمشي الكتاب دعوننا نختبر كذا نذكر الكتب من دنك ننتج كتاب واحد أخيًا يلب Gard يا أخيًا يلب يعني إذا كان في يدك راح يأعطيك سرعة لكن ما أدري هل تضبط خلونا نجرب لا والله يضبط بريكيك تو في شينسي فايف وميندينك وفي حقة سبيد نحتاج لفل حلو 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 نجيب لفل نجيب لفل نجيك حلقة هذه ممكن تسير طويق لها أجذر بس عاد شنسوي يعني الأشياء اللي فيها مرة كثير والله هي مرة كثيرة لا تفكر نظيف على السيف وعالبو بس ما يكتشكلك يكتشكلك يا شيخ ما دلون انفجر كريبر لا تسألوني مع أني ما شفتت ولا شي خلونا نرقب بس والله العظيم جبت أم العيد أو أنه جاب أم العيد ما دي شرون انكسر المكان حقها ما أدري يكتشكلا خرّب الدنيا المريض بلا في شكل لك انتوا إياه خلاص إن شاء الله أني ما رح نحتاج مرة ثانية لكن المكان تدمر المكان يبغى لعادة تأهيل بشكل مطبي نرمي الأشياء اللي ما نحتاجها نجي هنا ونحط الكتاب على البيكاك سميه خلاص سمي بيكس من بيكاكس والله برايكينك توف شنسي فايف من اندينك وفي حق تسبيت هذي أي شي جميل روح هناك عشان لفل الاستلاح بس شوي وعندنا هذا بعد مثل ما تشوفو رجع زي ما كان بسبة الليفل أوي مدين تيفني من هنا يا سلام شوفوا البيكاكس بيرجع وكالة بسبة الليفل يلا طيف عمي أنا بمشي هلا بمشي إيش دا إيش دا خلاص جهزنا غراضنا بس بنسوي كامبوشن سترينك توهيلين وبعدها نقعت الوذر بوس طبعا جمعت سبع رؤوس كتابها ستة بس طرعلي سبع اللي شاف اللقطة هذي سبع رؤوس عندنا لبسيديان وعندنا وعندنا هذا نسيناه والله ندمج مع بعض لش ما ندمج طبعا هذا جاينا من تحدي قبل نشيل الخوذة هذي 32 لفل والله كثير مرة يا بوي ما يحتاج نسوي شي نضيف الخوذة هذي نخليه هنا بسم الله أنا أتجهز نتجهز للقتال حق الوذر بوس نحض هذا مدخل عشان أدخل كذا بشفت ما أدل إليه شي يعني ما أدلش كذا نفكر فيه فان شي له ويا رب أنه ما يطلع الوذر إن شاء الله أنه ما يطلع طالبا مبطالع حطيت بسيديان عشان ما يكسر بس نقدر يكسر فوق وتحت بس يا رب بكري أوكي خلوه ليني ينفجر بعدين نتفى بالبو ليني بقى نصلث بعدين نقدر نروح للبس نبغي ينفجر بس ها راح فوق ذا أوكي والله ضبطت سباق نغطي فوق يتعمل قهر أوكي الحين ما يقدر أو ما نقدر نطقه إلا بالسيف الله يعين الله يعين سين يجي لقبل زنوبل تكفى موت موت شارب سترينغز موت 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 تكفى تكفى الله نايس والله سهلة كانت سهلة الحمد لله يا رب الحمد لله توفقنا والله توفقنا يا رب لك الحمد طيب الحيش نزوي نشير للوبسيدين هذا اللي في الأطرافة هذا ونحطه فوق عشان ما يقدر يطلع من فوق يعني راح يكسر من تحت أو راح يكسر من الجوانب لكن ما يقدر أكسر من هذا الجهة وغالب أنه بيكسر من فوق فنحط هذا الأشياء كذا ممتاز 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 بسم الله الحين نقاتل الوذر الثاني فخلونا نسوي كذا وبعدين كذا وبسم الله هذا وين شحطيت هنا يا عم مش جايني أنا خلونا ناكل أول شي نشرب قهوة شي يعني شرعنا وبسم الله الأول الثاني الثالث ولننحش أول ما يكسر الأشياء يمدينا على طول تشيل الأشياء تحت مراح كيف كيف أخترق كيف أخترق الأبسيديان والله خوف يتكسر أنا يا ساتر طقني طق صراحة يريدنا أن نروح من جهة ثانية حلو 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 قعد يسوي شي صح لا لا طحنا طحنا والله طحنا طعي عقبية تكفى تكفى موت 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 تكفى موت يا ساتر والله كسر الدنيا مات والله موت يربي السهولة يلبيه شيخ أقسم بالله شي صطوري اللي سويناه باقي معنا مات ما جاء من نستنهلث ولا شي الحمد لله يا رب الحمد لله حاليا شي اللي بسيديان لأننا نحتاجه في أن نسوي البيكنات رح نسوي بيكنات وراح نيني حلقة اليوم وبعدها حلقة الجاية رح تكون حلقة الاند قاتل الدراغون نلقى بإذن الله لا يترا أنا بحاول الحلقة الأخيرة كون حلقة الجاية بحاول يعني هذي حلقة رأي مصورها على وقت طويل مرة 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 منها البيليجر نحاول نلقى منذك ومنها نحاول نخلص تحديات ومنها إشياء كثير يعني إذا صارت حلقة طويلة أعتدل على ذا الشي اللهم لك الحمد النذر ستار مور طيبة حمد لله والله تصدقون نحتاج ما معنى أي ديرت أو ما معنى أي سان فبنضطر نشيل من هذا الشي لأنه خلاص ما نحتاجه نشيل منها توقع كم ستة دعونا نبدل بداية أو شي حاليا معنا ساندي كفي فسوي غلاس وسوي وخلص التحدي اللي كان آخر تحدي تقريبا ما خبضني من آخر تحديات اللي في الماب دعونا نقائض بما أنه قضينا الحين معنا هنا ورقة توقع ما خبضني فيه معنا ورقة زيادة بش ما أدريوين علو ممتاز ويبغى لنا شوي بس فشل هذه خلبي يعطينا طائرات جديدة كورس ميندين ما أدريو ماذا صراحة بس أعطانا لانتر أوكي ولنأخذ الغلاس الحين وسوي الباكن وكذا توباكن صح بسيت انتين وديب التوباكن الحمد لله والله العظيم أحس فخر بدش دخل بس أحس فخر نجاز كبير جد 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 ميندين غراض لكم على الدعم في بدايتها وشكرا للمستمرين الكلام الجميل أني ترى أقرأ كومنتات أوكي أقرأ كومنتات ومنتبه كل شي لا تخافوني فكلامكم هذا ما خليني أستمر رغم عدد قل المشاهدات ورغم التعب في هذه السلسلة أنه في أشياء كثيرة خلف الكواليس ما تدرعوا عنها لازم أجهز ولازم لازم ومتعبة ما أقولكم ممتعبة هم متعبة بس ممتعة والله ممتعة بشكل ممطبيع يعني في تحديات صراحة كرهتني في السلسلة النفس اللي في البحر ذيك والأشياء هذه لكن الحمد لله خلصنا طيب عندنا التحدي توباكن خلنا نشوف ما يعطينا أنا أحس أن أنه يعطينا شي غرض دايموند غالبا غرض في دايموند أحس أنه خلصنا التحدي مبكر يعني مفروض أنه ما خلص على طول هذا توباكن توباكن كي ما تكون لي هنا والله شكله هنا يكون آخر تحدي وآخر شي بعدما تخلص كل التحديات حط هذا هنا فالحمد لله خلصنا التوب يكن تكمل عفوة بشاد إن شاء الله تستمتعتوا بإذن الله الحلقة جاء تكون حلقة الأخيرة عما كانت الخيرة غالبا أخليها الأخيرة غالبا حتى لو كان طويلة لايك اشتراك فعل زر التنبيهات حطيت قائمة تشغيل خاصة بالسلسلة هذه إن شاء الله تبون هذا الشخص وكم على خير السلام